السلام عليكم واسعد الله وقاتكم كل خير وصحة وسلامة وخوكم المهندس يوسف القحطاني وحياكم الله معاي في حلقة جديدة من برنامج يوسف شو اليوم سيارتنا اعتقد بتكون مميزة شوي احنا نتكلم عن اودي وسيارة جديدة او خلنا نقول ستايل جديد اللي هي الكيو فايف سبورت باك شكل جيب وسط ورياضي ونقدر نقول ان الاودي اخيرا طلعت سيارة او سيو في او سيو في اللي يبوني يسمونها تنافس البي ام دابليو الاكس فور اللي جربتك قبل فترة واللي اخذ تقريبا اعلى تقييم اذا ما اني غلطان اخذ 97% رقم يعتبر خطير جدا وتنافس بنفس الوقت الجيل سي الكوب من المرسيدس رح نتكلم اليوم عن السيارة هذه ونشوف تفاصيلها ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل حلوة ولا ما هي حلوة وش الزين وش اللي موها بزين نرحب في الاعضاء المنتسبين الجدد القناة يوسف شو اخونا بست ابل يا هلو مسهلة وحيا كالله وكل المتابعين ونورت القناة اخونا عبد الرحمن يا هلو مسهلة وحيا كالله ونورت القناة اخونا علي اس اتش رجع مرة ثانية ما شاء الله خلص معنا شهر وهادي الشهر الثاني يا هلو مسهلة ونورت القناة اخونا محمد عسيري يا هلو مسهلة وحيا كالله ونورت القناة اخونا فهد السعيد يا هلو مسهلة وحيا كالله ونورت القناة اخونا حمد ضرقان يا هلو مسهلة وحيا كالله ونورت القناة واخيرا وليس اخيرا اخونا محمد مانع يا هلو مسهلة وحيا كالله ونورت القناة وبصراحة كلكم يلي تشوفوني الآن ومنورين القناة نتكلم عن أودي وإيش الأشياء اللي تميز الأودي قبل ما ندخل في التفاصيل أنا كثرت عليكم اليوم قبل ما ندخل قبل ما ندخل إن شاء الله ما راح تكون حلقة طويلة اللي يعجبني في التصاميم الأودي إنها فيها نكهة إيطالية يمكن علشان كذا ما هي داخلة أو ما هي منتشرة في سقنة بشكل كبير متعودين نحن في الدول الخليج على التصاميم الأمريكية اليابانية الألمانية الإيطالية يمكن لحد يزعل بس يمكن الظوق عندنا يختلف شوي الإيطاليين ترى ذوقهم مهو سهل وهم يعتبرون صراحة التب في التصاميم ولكن هل سيارات الأودي تصلح لكل أحد أو لكل الناس أو تصلح لكل الأجناس يعني شباب وبنات كبار في السن وصغر في السن الأودي هذه ممكن المشكلة اللي يطب فيها إنها ما تصلح لكل الناس لو تتكلم مرسيدس الكل يقدر يسوق مرسيدس بي أم وانت ماشي الأودي شوي الأودي تصاميمها أحس فيها أنوثة أكثر فلو بشوف سيارتنا اليوم طلعت الكيو فايف السبورت باك يعني لو بشوفها من قدام تقريبا نفس الكيو فايف والكيو فايف تعتبر سيارة يعني ناجحة في سيارات الأودي جاية في الوسط سيارة عملية ممتازة صح إنها شغالين عليها أودي مع البورش المكان سيارتين يتشاركون في شغلات كثير من ضمنها المحرك ولكن غالبا الأودي بتكون أغلبها تكون دفع عمامي أو رباعي بس بيكون الحمل دايما قدام عكس مثلا البورش المكان اللي بيكون معتمد على الدفع خلفي رباعي بس خلفي بيكون أكثر فمتعة القيادة بتكون في البورش أكثر بالإضافة أن سعير البورش بيكون أعلى من الأودي لو بشوف الشكل هذا تقريبا نفس الفيسلفت اللي صار على الكيو فايف الجديدة وجهية الأودي حلوة ما تقدر تتكلم فيها لو نشوف من الخلف سيارة جميلة روعة تحسها أنثوية أكثر فأنا أشوفها من وجهة نظري بناتية أكثر يعني البنات اللي يابوني يشترون سيارة الآن تقول X4 ولا GLC الكوب أو Q5 Sportback ممكن هذه والGLC يقريبين من بعد شوي الBM شوي عنيفة شوي كتصميم السيارة حلوة ملمومة صحن السلوب من وراء ما هو عنيف زي اللي نشوفها في الBM والمرسيدس وهم يحاولون أنه يكون عندك مساحة في الدبة الخلفية بالإضافة أن السيقف ما يبغونه يكون فيه يعني يلامس رؤوس الركاب اللي بيكون لهم في الخلف خصوصا إذا كانوا طوال لون الأودي دائما ألوان الأودي روعة ممكن تتناقش في ألوان المرسيدس عجبني ما عجبني الBM أوكي في عندهم ألوان أزرق ما هي حلوة الأودي ألوانها روعة زي ما قلت لكم متأثرين بالإيطاليين بشكل كبير حتى جنوط السيارة ما شاء الله أعتقد الجنوط هذه بتكون أكبر جنوط فشكل السيارة روعة لو نشوف الآن السلوب اللي في الخلف ما هو عنيف زي اللي نشوفه في الجي أل سي الكوب أو الBM الـ X4 لو بنشوف الآن وجه السيارة هم عبارة عن شبك كامل الإضاءة تجيك في الزوايا الأخيرة وأنا شوف أنه ما أثر بشكل كبير في جمال السيارة ممكن نشوف هذه الـ S-Line حطين لون أسود خالطينه مع شكل الكروم ولا أروع ما شاء الله هنا نشوف الفتحات اللي جاية قدام طبعا هي فتحات ما هي حقيقية وكل السيارات ساروا يسوونها يعني لو تتكلم على بي أم مرسيدس وأنت ماشي فحطين هذه وحطين فيها الكشفات والسنسورات الأمامية وهذه القصة الخلفية زي ما قلت لكم ممكن نشوف المثلث اللي وراء بيكون كبير شوي والدبة بتكون عندك مساحتها بتكون حلوة كسيارة شبابية نجي للخلفية في زي الجناح الخلفي تصميمها روعة وبنشوف مثل ما تعودنا في الأودي لما تفتح الدبة الخلفية تفتح مع الإضاءة بالكامل فلما تشوف السيارة من وراء شكلها ما هو حلو إذا الدبة أو الشنطة مفتوحة هم يبغون يتميزون عن باقي السيارات بالحركة هذه ومصرين عليها مع أنها شكلها صراحة ما هو حلو الصدام أو الدعمية اللي وراء فيها شغل كثير ما أنا من محبي أن يكون فيه عندك إضاءة مهمة مو عواكس أن يكون عندك إضاءة مهمة في الصدام الخلفي يعني عندك ما شاء الله الخلفية فيها أشياء كثيرة تقدر تسوي الإضاءة في أي مكان ما حبكت أنك تحط في الدعمية أو في الصدام الخلفي نشوف تحت ديفيوزر وهو صراحة ما بديفيوزر يعني كشكل ديفيوزر وحطين فيه الدعميات اللي حقت الستاندرد في أمريكا شكلها ما هو حلو ولو بننزل الآن أكثر رح نشوف أن ما فيه إكزوز يعني كانت الأودي دائما تتحفنا بال فتحات الإكزوز الكذابة أو اللي سموناها الفيك ما هي حقيقية هنا قالوا لا ما رح نبين لك إكزوز سواء كانت هايبرد أو ما هي هايبرد أو ديزل أو بنزين ما لدعي أنك تشوف الإكزوز فهذه S-Line أعتقد أنها حركة ما يحلوة أنك ما توري العالم أن السيارة هذه محرك ديزل أو محرك بنزين من شخص لشخص يعني هذه سيارة شبابية وأعتقد أن الشباب يحبون أن يشوفون حركة إكزوز من الخلف الإضاءة اللي في السيارة اللي في الخلف الإضاءة الجديدة في الأودي اللي رح تكون ستاندرد OLED وعندك أوبشن إضافي اللي رح تكون Next Generation OLED اللي السيارة مجرد ما تحس أن أي سيارة ثانية قربت منها رح تعطيها إشارات تنبه السيارة اللي في الخلف ترى قربت مني وتقدر أنك تختار الباترنز أو أشكال في الإضاءة الخلفية إذا بنتكلم عن الإضاءة الأودي سباقة في كل السيارات في موضوع LED وتكنولوجيا LED اللي لو نتكلم عنها ما رح ننتهي إذا ما نتكلم عن الداخلية أبي تعطون أنفسكم أبو عشر ثواني تطالعون في الداخلية وش رأيكم في الداخلية أنا أحس أن الشاشة اللي في الوسط جاي غلط أنت جاي بسيارة جديدة بشكل جديد تقدر أنك تدمج الشاشة اللي صارت في النص اللي هي 10.1 أو 10.1 إنش وعلى فكرة تتحكم فيها بالتوتش ما في عندك دقمة أو زر في الوسط تقدر تتحكم فيها فلازم أنك تمد يدك تتحكم في الشاشة ورح يكون عندك option إضافي الكوكبت حق السواق اللي بتكون عندك شاشة بالكامل اللي هي 12.3 إنش حلوة كلها شاشة ولكن الكنسول اللي في الوسط ما يبين لي أن السيارة هذه mid size أو سيارة جاية في الوسط حسها ممكن تكون entry level ممكن أتقبل الديزاين هذا عندك التحكم في المكيف أوكي حلو أنها لمس وفي أزارير وعندك تحت الأزارير حق بتحكم في المود حق driving تبغى sport تبغى comfort تبغى تكون eco ولكن ما أشوف أنه فيه تصميم يبين لي أن السيارة هذه شبابية و sport زي أو يعكس شكل السيارة الخارجي شكل السيارة الخارجي جديدة وروعة أدخل أشوف داخلية كأنها قديمة شوي صحيح أن نعطونا جلد ربر خشب ممكن يكون هنا خشب مطفي الكنتارة أو شاموا ولكن ما أنا شايف فيه التصميم الجديدة اللي نتمنى أنها تكون موجودة في السيارة هذه زي مثلا الأودي الأ8 والأ7 والأ6 والسيارات هذه السيارة هذه ما هي بعيدة الـ Q5 تعتبر من أهم سيارات الأودي الدركسون رح نشوف في الـ D مثل ما شفته في حلقة الـ M3 الـ M4 الـ Option هذا ما هو موجود على الـ BM ممكن ما يؤمنون في الـ D Steering بينما نشوفه هنا شكل رياضي وحلو لكن لما تشوف التحكم اللي فيه أحس أني راكب Volkswagen داخلية السيارة ذكني بالـ Volkswagen أكثر من أنها تكون أودي ويمكن هذا من أكبر عيوب الأودي أنها أقرب سيارة للـ Volkswagen لو تشيل شعار الأودي وتحط الـ VW راح تقول فعلا هذي السيارة Volkswagen راح نشوف حتى المسكات الراس أو مساند الراس عادية ما فيها تصميم يعني مبهر أن السيارة Sport الكراسي حلوة مرتبة تحس فيها Support ولكن زي ما قلت لكم الـ Consoli في الوسط يمكن القيلة لشكله حلو بينما الباقي تحس عادي عندك الكاب هولدرز بيكون مكانها غريبة شوي يعني ما راح يكون قدام شوي راح يكون ورا فلما تاخذ راح تاخذ بيسارك لأنه يكون تحت هنا وكان موحلو ونفس الشي عندك بيكون هنا الـ Charger الـ Charger الـ Charger ما راح يكون قدام مكانها يكون جدا مريح يعني هذه بعض الأشياء اللي ما دري ليش الـ OD أصرت أنها تسويها الكراسي اللي وراء صراحة إنها واسعة وشرحة وممتازة ونشوف فتحات التكيف والتحكم في التكيف من الخلف وكراسي تدفئة في الخلف ممتازة وتقدر أنك تحرك الظهر قدام وراء دبة فبالخلف أعتقد أنها جدا ممتازة يمكن الشي اللي ما راح نشوفها الآن في الصور اللي هو الأبواب في السيارة خصوصا الأمامية بتكون قصيرة شوي علشان يعطوهم مساحة للركاب اللي في الخلف طب لو نتكلم عن المحركات اللي موجودة في الأودي غالبا أودي ما تعطينها في الخليج أو الوكيل ما يجيب لك كل المحركات الموجودة فممكن يعطونا بيجينا التو بوينت أو الأربع سلندر الحلو أن التو بوينت أو لو يجبونا لنا اللي يكون 370 نيوتن متر العزم بينما الأحسنة بتكون 261 أعتقد أنه هذه ممتازة جدا إذا بنتكلم على سيارة فخمة وتعطيك شوية أداء بيكون حلو إذا بتروح الـ SQ5 هذا اللي بيكون أداءها جدا روعة إحنا نتكلم على الـ V6 كنت أتمنى أنه يكون I6 ولكن لازال الـ V6 اللي هو 3.0 يعطيك 349 حصان و500 نيوتن متر العزم ونشوف الأرقام قريبة جدا من GLC 43 وقريبة من BM X4 M40 هذه المحركات اللي فعلا لح تستانس وتنبسط عليها بس ما رح تنبسط في الـ OD لأنه ما رح يكون فيه إكزوز يبين من وراء الصوت الله أعلم بس أعتقد رح يتعب اللي رح يأخذ الـ OD الـ SQ5 إذا جاء جنبه الـ X4 M40 ويسمع صوت اللي اللي يخليك ما ترجع البيت شوفوا حلقة الـ BM الـ X4 M40 وتشوفون صوت الإكزوز العجيب كل السيارات بيكون عليها غير سبع سرعات دبل كلتش كأنه يقول لك والله السيارة هذه نبغاها تكون شبابية فرح نعطيك غير دبل كلتش بس تعطيني دبل كلتش وتعطيني شكل حلو وزي كده ما تعطيني أداة رياضي أعتقد أنه رح يكون فيه شوية تناقض ومعلومة عامة ما هي جديدة أعتقد على أغلبكم مثل ما تعودنا في O-D ومرسيدس وBM أن أغلب الجوب تصنع في أمريكا فالسيارة هذه تصنع في مكسيكو رح يميزول لك الـ SQ5 بنظام تعليق اللي يكون Adaptive تخلي السيارة تكون قاسية أو تكون مريحة وبيكون عندك الـ Air Suspension كـ Option إضافي اللي يسمح لك أنك ترفع السيارة أو أنك تنزلها إذا حتجت بنفس الوقت في السرعات العالية السيارة رح تنزل علشان تضبط لك موضوع الـ Air Dynamics وكذلك رح يكون عندك أنظمة Sound System البانك أند أولفسن أو الـ B&O رح يكون 3D Sound System الأشخاص اللي يبقون يسمعون Sound Systems وأنظمة مساعدة الساق مثل ما تتعود ومثل ما تتوقع من أودي رح تكون متوفرة على السيارة طيب السيارة هذه متى رح تكون متوفرة بماء أنها جديدة التوقعات أنها رح تكون متوفرة بإذن الله من النص الأول من 2021 الآن لو بتروح الوكيل بيقول لك ما في إلا الـ Q5 اللي موجودة حاليا هل تقدر تحجز على السيارة الجديدة ما أعتقد ويمكن بعد المواقع أصلا حق الأودي لسه إلى الآن السيارة هذه ما هي موجودة فالأفضل أنك تنتظر السيارة لما أنها توصل الوكيل وتشوف شكلها وتجرب السيارة هل هي تناسبك أو أنك تروح لـ The Best or Nothing اللي هي المرسيدس أو أنك تروح للإيش اللي هي الـ BMW الأسعار بتكون متقاربة جدا مع الـ X4 والـ GLC فمتوقع أن السيارة بتكون من الميتين وعشرين إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي نتكلم على سبع عشر ألف دينار إلى الخمسة وعشرين ألف دينار كويتي يعني بالحدود هذه دولار تقريبا من الثمانية وخمسين ألف دولار إلى تقريبا الثمانين ألف دولار تستاهل عشاق الأودي أعتقد أن سنبسطون من السيارة هذه إذا أنك من مرصيد سوى الـ BM يعني طبعا لا ننسى البورش المكان اللي يعتبر منافس قوي في الفئة هذه تو صار لفيسلفت وشكل السيارة صار قلنا نقول مودر أكثر ولكن أتوقع أنه لا زال يحتاج إلى تغيير قوي جدا علشان ينافس في الفئة هذه أتمنى في الحلقة هذه أن استمتعنا في الأودي الـ Q5 والـ SQ5 الجديدة بالكامل ولا تنسون طبعا الانتساب في قناة يوسف شو يصلكم الجديد وبنفس الوقت تكون لكم الأولوية تشوفون بدون أي إعلانات ورح يكون فيه بإذن الله حلقات خاصة للأعضاء المنتسبين أو تقدر تشترك في القناة العام وتكون ضيف عزيز وغالي ولا تنسون اشتراك سبسكرايب لايك مشاركة الحلقة للناس اللي عزونا عليكم وفمان الله